موسيقى الحصاد من قناة الغد بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعناول النيجر تغلق مجالها الجوي تحسبا لتدخل عسكري وسط انقسام إقليمي ودولي بشأن التدخل نزوح جماعي لأهالي بعض أحياء أم درمان من منازلهم بسبب اشتعال المعارك واجتماع لوزراء الخارجية لدول جوار السودان لبحث الأزمة بعد تحضيرات خليجية وأوروبية بالصفر للبنان وزير الداخلية يؤكد حرص بلاده على سلامة الرعاية العرب والأجانب القضاء العراقي يطالب واشنطن ولندن بتسليم مسؤولين سابقين متهمين بسرقة مليارين ونصف المليار دولار قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن لا تزال على اتصال برئيس نيجر وأن مسؤولا بالوزارة تحدث إليه في وقت سابق اليوم أكد ميلر أنه لا تزال هناك فرصة لحل الأزمة في النيجر وأن هناك اتصالا مباشرا مع زعماء الجيش لحثهم على التنحي عن السلطة وفي وقت سابق أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس أنها ستعقد قمة في العاصمة النيجرية أبوجا يوم الخميس لمناقشة انقلاب النيجر وكانت إيطاليا طلبت من قادة إكواس تمديد المهلة التي منحتها للمجلس العسكري في النيجر لإنهاء الانقلاب يأتي هذا في وقت أغلق فيه المجلس العسكري وأجواء البلاد حتى إشعار آخر مشيرا إلى أن لديه معلومات عن استعداد قوة أجنبية لتنفيذ عمل عسكري ضد النيجر بعد انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس للمجلس العسكري في النيجر في محاولة أخيرة لإعادة السلطة للرئيس محمد بازوم أغلق المجلس العسكري في النيجر أجواء البلاد حتى إشعار آخر مشيرا إلى أن لديه معلومات عن استعداد قوة أجنبية لتنفيذ عمل عسكري ضد البلاد لدينا معلومات تفيد بأن قوة تابعة لدولة أجنبية تستعد لتنفيذ اعتداء على النيجر وشعبه بالتنصيق مع مجموعة إكواس وجماعات مسلحة إرهابية نحذر مجموعة إكواس من أي تدخل في شؤون الداخلية لنيجر وما قد ينتج عنه من تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة هناك انتشار مسبق للقوات في بلدين بوسط أفريقيا استعدادا لتدخل وفي مواجهة هذا التهديد الذي أصبح أكثر وضوحا قررت النيجر إغلاق المجال الجوي اعتبارا من الأحد السادس من أغسطس وحتى إشعار آخر قوات النيجر المسلحة وكافة دفاعاتنا وقواتنا الأمنية بمساندة الدعم الراسخ من شعبنا مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا في خدم ذلك أعلنت فرنسا تعليق مساعدتها التنموية والمتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبركينا فاسو ويأتي القرار الفرنسي بعد إعلام بوركينا فاسو ومالي أن أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب وأكدت الخارجية الفرنسية دعم جهود إكوست لإعادة بازوم إلى السلطة ومن جهته قال وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تاياني إنه يتعين على مجموعة إكوست تمديد المهلة التي منحتها للنيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى منصبه مؤكدان على أن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة وتجمع الآلاف من أنصار المجلس العسكرية في العاصمة نيامي مرحبين بقرار عدم الإذعان للضغوط الخارجية أو التراجع عن الانقلاب كما نظم اعتصام بالقرب من قاعدة جوية في نيامي تعهد المشاركون فيه بالمقاومة إذا لزم الأمر لدعم الإدارة العسكرية الجديدة من دون اللجوء إلى العنف ينضم إلينا من إنجامينا محمد عمر عثمان الكاتب الصحفي سيد محمد أيهما أقرب التحرك العسكري أم الوصول إلى حل سياسي؟ السلام عليكم مرحب في الخناة الحل العسكري حتى هذه اللحظة لم يكن متوقع حتى هذه اللحظة وذلك يعني عدة أسباب حل السلمي أقرب في الوضع الآن في نسمعك سيد محمد بوضوح حتى هذه اللحظة هناك عدة أسباب تمنع تدخل العسكري بما الإجراءات التي قامت فيها الحجة العسكري في الخاتمة الآن هي إجراءات عملية إجراءات الجوة تحسباً لفقوة أي حارثة أما هناك أوامل طبيعية تساعد الوضع الحالي في النيجر ثمها المساحة النيجر هي مساحة طبعاً أكبر الدول في هذا أولاً الشيء الثاني المجموعة الإكواس حتى هذه اللحظة منشقة إلى فسمين أحدهما يعني مالي وبركينة حالياً يعني أضويتهم غير أما الدول التي عالن ذا الحرب للنيجر فهي السننغار وبنين لكن حتى هذه اللحظة لا توجد نهاية عوامل تدفع لدخول في النيجر عسكرياً فالدخول العسكري في النيجر حتى هذه اللحظة غير محتملة في مجرية حالياً طبع التنخل في مجرية حالياً حتى هذه اللحظة لم تسيطر مجرية على جماعة بوق حرام ما ذال جماعة بوق حرام منتشرة جمال مجرية البرلمان لم يصود على الدخول نعم سيد محمد كيف تنظر إلى التعليقات الأمريكية ما زالت تتحدث الخارجية عن اتصالات مع رئيس النيجر واليوم تؤكد أن هناك اتصالات بالمجلس العسكري هذه الاتصالات يعني مثلها مثل الاتصالات والمبادرات التي قامت بها الإكواس وقامت في بعض القادة الأفارقة في تهديات الوضع لكن الملاحظ في التصريح الأمريكي أنهم فضلوا الحل السلمي أكثر من الحرب نعم سيد محمد هل هناك أي تحرك من جانب الاتحاد الإفريقي بغير ما تقوم به إكواس التحركات من جانب الاتحاد الإفريقي لا تجد نفع الوضع في النيجر مثل وضع في مالي وفي نفسه كلها كانت عن طلابات والعسكر وحصل تصريحات من الاتحاد الإفريقي لكن أين تصريحات الاتحاد الإفريقي مالي وفي نفسه لذلك الوضع في النيجر أعترب للسلم أكثر من الاتحاد كل هذه الانقلابات التي تمت في القارة الإفريقية وخاصة في الفترة الأخيرة من النيجر ومالي وبركينا فاسو إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك مقبولا دوليا؟ هذه الانقلابات التي حصلت كلها وراءها في الغارب أجندة ودول لها قوة عظمى يعني هي مع ذلك بانتبار حرب باردة دخلت فيها دول أجنبية دول عظمى وراء كل هذه الأشياء يعني مثلا حاليا في النيجر أصل إنقلاب الدول العظمى نعجز على النيجر نرى في بعض المشاهد المشاهد نرى في بعض الصور والمشاهد نرى يرفعون أعلام لروسيا وراء هذا نعم ما تفسير موقف تشاد من هذه التحركات في النيجر خاصة أنها ضد أي تحرك عسكري هل هي تؤيد ما حدث تشاد تتعو للسلم حتى هذه اللحظة بتصريح من الرئيس ووزير الدفاع أكد أن تشاد لم تتضفح العسكريا في النيجر تشاد تدعم الجانب الحل السلمي في النيجر وذلك الوضع الجغرافي أو الموقع الجغرافي في النيجر كل ما تتأثر به النيجر تتأثر بالتشاد لذلك تحركت الحكومة الشادية في النيجر بإستار لحل الوضع في النيجر سلميا أكثر من فونه عسكريا وصرح الوزير الدفاع صريحا واضح بأن تشاد لن تتضفح العسكريا في النيجر سيد محمد عمر عثمان الكاتب الصحفي من إنجمينة شكرا لك أكدت مصادر للغد بأن عددا كبيرا من سكان أحياء في أم درمان نزحوا من منازلهم بسبب تصاعد حدة المعارك هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأشرت المصادر إلى وقوع قصف مدفعي وتبادل للنيران في بعض الأحياء وسط أوضاع إنسانية صعبة تتواصل عمليات القصف والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث اتسعد دائرة المواجهات في العاصمة الخرطوم ومدن في إقليم درفور غربي البلاد واندلعت اشتباكات عنيفة جنوبي العاصمة خاصة في محيط سلاح المدرعات التابع للجيش والأحياء المجاورة له كما شهدت مدينة بحري شمالي الخرطوم اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وفي أم درمان غرب الخرطوم سمعت أصوات قصف مدفعي وتبادل للنيران في بعض الأحياء ما أدى إلى تصاعد الدخان ويأتي ذلك وسط تقاريرا عن عمليات نزوح في السودان بسبب الحرب المستمرة والوضع غير المستقر ففي أم درمان ثاني أكبر مدن السودان أفادت مصادر للغد بنزوح عدد كبير من سكان أحياء بيت المال وودنباوي وحي العمدة من منازلهم بسبب تصاعد حدة المعارك هناك وفي منطقة أبو روف قالت لجان المقاومة في بيان لها إنها تلقت أوامر من القوات المسلحة بإخلاء عام لكل المنازل في المنطقة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى وإعلان أبو روف منطقة عمليات ودعت جميع سكان الأحياء المجاورة لمساندة الأهالي الذين تركوا منازلهم كما شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع في غرب وجنوب أم درمان وجنوب وشرق الخرطوم ويشهد السودان منذ الخامس عشر من أبريل الماضي معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان ديجلو ما أدى إلى سقوط ألاف الضحايا سياسيا استضافت العاصمة تشادية جمينة لاجتماع الوزري الأول لدول جوار السودان لتحديد مسارات تنفيذية للمبادرة التي قادتها مصر في الثالث عشر من يوليو الماضي لوقف النزاع المسلح في السودان وكأن السودانيين لا تنقصهم المآسي فالسيول أتت على مئات المنازل في الولايات الشمالية بينما كانت المعارك تتواصل في الخرطوم وأم درمان وبحري وعدة مدن في إقليم دارفور بارقة أمل لمعت من إنجامينا حيث انعقد الاجتماع الوزري لدول جوار السودان الذي حث طرفي النزاع المسلح على الانخراط في حوار جاد لحل الأزمة وزراء خارجية مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وأفريقيا الغسطة قرروا إنشاء آلية تنسيق إقليمية لمراقبة وقف إطلاق النار في السودان هذه الآلية ستقوم برصد أي خروقات له وتقديم التقارير إلى وزراء المجموعة الاجتماع قرر أيضا توفير الدعم الإنساني للشعب السوداني بما يشمل الإمدادات الغذائية والمائية والطبية كما جدد الوزراء المجتمعون دعمهم لعملية الانتقال الديمقراطي وحثوا جميع الأطراف على الالتزام بمسارها مفتاح النجاح الرئيسي يبدأ من آلية مراقبة وقف إطلاق النار لأنها الوحيدة التي يمكنها أن تكشف عن الطرف الذي لا يريد للحرب أن تتوقف وسيكون تلقائيا هو الطرف الذي يمنع الانتقال الديمقراطي وزير الخارجية المصري سامح شكري وضع إصبعا على الجرح عندما قال إن أبناء الشعب السوداني يعيشون يوميا تحت دوي المدافع وحجم المعاناة الإنسانية يزداد يوما بعد يوم في ظل ضبابية تامة في مصار العملية السياسية وهو ما دفعه إلى القول إن مصر تبحث عن تصور محدد لحل الأزمة السودانية ورفع المعاناة عن السودانيين كما تبحث عن رؤية تنفيذية لمعالجة مسببات الأزمة هذه المقاربة الواقعية أكدت بأن النفق المظلم الذي دخله السودان منذ أربعة أشهر يمكن أن يصل إلى نهايته إذا ما أمكن لدول الجوار أن تتعاون في تنفيذ ما تتفق عليها ومبادرة دول الجوار التي تكرست في القمة التي استضافتها القاهرة في الثالث عشر من يوليو الماضي كانت مبعثا لبارقة الأمل الأولى من أجل وقف سيول المآسي التي تلاحق السودان ينضم إلينا من القاهرة طاهر المعتصم الكاتب والباحث السياسي السوداني سيد طاهر لماذا تشتد المعارك ولا يوجد حسم في هذه المعركة؟ مساء الخير عليكم على المشاهدين الكرام الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل في الخرطوم حرب مختلفة هي حرب مدن وليس حرب مواجهات في مناطق يمكن أن يسيطر فيها الجيش السوداني حرب المدن لديها تكنيكاتها المختلفة لديها آلياتها المختلفة العقيدة الغتالية والتدريب الذي تلغته الغوات المسلحة يجعلها تحاول الحد من الخسائر البشرية والحد من الخسائر في المباني وفي القيرها من المؤسسات لذلك صعوبة أن تكون هذه المعارك أن تتوقف صعوبة هذا الأمر بل تشتد ولكن للأسف هذه المعارك يا سيدي ليست في الخرطوم وحدها دارفور تعاني معاناة كبيرة ولاية جنوب دارفور نيالة بها أحداث مشابهة ولاية غرب دارفور قبل فترة أيضا وغطيل الوالي وأيضا شمال كردفان مدينة الأبيض فالأمر توسع وأصبح أكبر مما يحدث في الخرطوم لذلك استمرار المعارك مستمر من الذي يسعى إلى أن يوسع نطاق هذه المعارك؟ مؤكد أن منذ اللحظة الأولى قوات الدعم السريع تحاول أن تغلل الضغط عليها في الخرطوم فتفتح جبهات أخرى لتشغل الجيش في مدن أخرى مثل المدن التي ذكرناها في دارفور نعم ولكنها لا تملك العدد ولا العتاد الكبير حتى تسعى إلى أن توسع من هذه المعركة نعم ولكن أيضا وجود في هذه المناطق أساسا قبل الحرب وقبل سنوات يجعل لديها إمكانية أن تجعل ميدان المعركة يتسع تخفيفا للضغط كما قولنا للأسف هذا الأمر يدفع سمن المدنيين الأبرياء الذين ينزحون اليوم شاهدنا مشاهد مؤلمة جدا لمدنيين في مدينة مدرمان غربي الخرطوم وهم يخرجون راجلين مهجرين قسرا من بيوتهم المدنيين هم الذين يدفعون سمن هذه الحرب إذا انتقلنا إلى الجانب السياسي ما الذي يمكن أن يقدمه اجتماع شاد أو إنجامينة بعد المبادرة التي انطلقت من القاهرة أنا أعتقد هذه فرصة تلوح في الوفق لوقف إطلاق النار والإنهاء الحرب اجتماع وزراء الخارجية اليوم في إنجامينة هو تكمل لاجتماع الرؤساء في 13 يوليو الماضي في الغاهر هنا والحديث عن تكوين آلية للإيصال المساعدات لمراغبة وقف إطلاق النار وأيضا تكبلة جهودا لاتحاد الأفريقي والإيجاد وتوحيد الجهود مع بعضها البعض هي فرصة يجب أن تغتنم يجب أن تكون باب يدخل منه السودان إلى السلام كل ما يطرح أو أغلب ما يطرح من مبادرات ومقترحات بشأن الأزمة السودانية لا يرفضها الطرفان ولكن لا يلتزم بها أبدا للأسف هناك أطراف غير ظاهرة في المشهد تحاول أن تؤجج الصراع تحاول أن يستمر هذا الصراع من مصلحتها أن يكون هناك صراع في السودان سواء أطراف محلية أو خارجية كلنا سمعنا التغارير التي تحدثت عن تعاون بين فاغنر وما بين قوات الدعم السريع كلنا نسمع ما يقوم به النظام السابق من محاولات لتأجج الصراع بالتالي الأطراف المحددة سواء قوات الشعب المسلح السودانية أو قوات الدعم السريع ليست وحدها في هذه المعركة نعم ولكن إلى أي مدى التقارير التي تصدر عن الحالة الإنسانية يمكن أن تكون ضاغطة على طرفي الصراع خاصة هناك من يتحدث على أن أكثر من نصف سكان السودان في حاجة إلى إعانات للأسف هذه التغارير صحيحة بل أستطيع أن أقول هناك تغارير صحافية تؤكد هذه الأرغام وتقول أن الأرغام أكبر من هذا الوضع الإنساني كارثي خصوصا مع موسم الخريف وهي طول الأمطار والسيول والفيضانات التي تعيغ التحركات للمدنيين وتتسبب أيضا في عدم وصول حتى مساعدات في ابتداء أن المساعدات بسبب الاشتباكات لا تصل والآن أيضا بسبب الخريف والسيول والفيضانات يصبح الوضع أصعب هذا الأمر في تغديري يجب أن يكون ضاغط ليس للطرفين بل للمجتمع الدولي وأن لا يتدسر المجتمع الدولي وأصدقاء السودان بالصمت تجاه الوضع الإنساني المعقد جدا جدا في السودان ولكن رغم كل ذلك المطالب من الطرفين أو الشروط لوقف هذه المعارك لم تتغير من الجانبين منذ اليوم الأول للمعارك نعم ولكن الخسائر البشرية الهائلة التغارير تتحدث عن حوالي 3.900 من الغتلة أكثر من 5.000 محتجز ومعتغل الحالات الإقتصاب التي وثقتها الوحدة الحكومية وحدة مكافحة العنف ضد النساء تتحدث عن أكثر من 62 حالة اقتصاب حوالي 3 مليون نازح خرجوا خارج العاصمة السودانية الخرطوم يمموا تجاه الولايات الأخرى المرتبات الإجور لم تدفع لمدة 3 أشهر فهذه المعاناة التي تستمر يوم بعد يوم هي مؤكدا لها باعث أهم سيد طاهر المعتصم الكاتب والباحث السياسي السوداني كنت معنا من القاهرة شكرا لك أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي حرص بلادي على سلامة الرعاية العرب ورفض تحويل لبنان إلى مصرح لتبادل الرسائل الأمنية والسياسية جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي لبحث التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد كما طمأن المواطنين العرب على الوضع الأمني في البلاد وكان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قد أكد أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة لا معطيات أمنية تشير إلى خروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مناطق لبنانية ومخيمات أخرى بهذه العبارات علق وزير الداخلية بسام المولوي على بيانات تحذير الرعاية التي صدرت عن سفارات خليجية ورفض إثر اجتماع لمجلس الأمن المركزي ضم القيادات الأمنية تحول لبنان إلى مسرح لتبادل الرسائل الأمنية والسياسية بلدنا ليس صندوق بريد كما قال من أكد لسفارات الدول العربية الشقيقة وللرعاية العرب أنه نحن منحافظ على أمن حفاظنا على أمن اللبنانيين ونحن ما عنا شك أبدا أنه الدول العربية الشقيقة تحب لبنان وتعمل لمصلحته بالنسبة لموضوع عين الحلوة وما خصل من أكد ومن أدر ما قامت به الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى رأس الجيش اللبناني بضبط الوضع قدر الإمكان على حدود المخيمات وخارج حدود المخيمات التساؤلات المتعددة التي طرحتها بيانات التحذير الخليجية دفعت بالسفير السعودي إلى التوضيح أنها أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوي ولكن مراقبين رأوا فيها ضغطا سياسيا على لبنان واستحقاقاته الدستورية المجمدة ونعكاسا جليا للوضع الإقليمي المأزوم خطوة السفرات أكيد إلى أسباب داخلية لبنانية تتعلق بالتردي وعدم قيام السلطة السياسية بأي خطوة إيجابية سواء منتخاب رئيس والخطوات الأخرى لكن هذا لا يقلل أيضا إن شاء أنه حتى هذه الخطوة أنا بشوف إلى أبعاد إقليمية خاصة في ظل تردي إذا صح التعبير العلاقة الإيرانية السعودية تأشفر فتح السفارة السعودية بتهراء وسط هذه الأجواء لا يستبعد مراقبون استمرار جولات التوتر في لبنان وإن بأشكال متعددة أمنية وسياسية ومالية وليست بيانات السفارات سوى دليل على استمرار التوتر المسؤولون يقللون من تداعيات بيانات السفارات ولكن ذلك لا يغير الواقع ففي لبنان تفتح الملفات الشائكة باعا ولا يساعد الظرف الإقليمي أو الإدارة السياسية الداخلية على إغلاق أي منها بل إن جميعها يبقى جاهزا للإشتعال والتأزم في أي لحظة كلودي عبي حنى قناة الغد بيروت ينضم إلينا من بيروت وليد شقير الكاتب والباحث السياسي سيد وليد سيد وزير الداخلية بعث برسائل لطمأنة الرعاية العرب والأجانب في لبنان من خلال وسائل الإعلام ما هي الخطوات العملية التي قامت بها قوات الأمن عمليا إذا كان لهذه البيانات التي صدرت عن السفرات السعودية أبعاد متعددة هناك بعد أمني هناك أبعاد أخرى سياسية أيضا الإجراءات التي قامت بها القوى الأمنية هي متعلقة بحصر الاشتباكات في منطقة عين الحلوي خصوصا أن أحد التفسيرات التي قالها السفير السعودي الدكتور وليد بخاري أن البيانات صدرت على خلفية اشتباكات عين الحلوي في عين الحلوي تخذت إجراءات أمنية وحصلت اتصالات ولقاءات سياسية أيضا لا ننسى أن الرئيس محمود عباس أوفد المسؤول عن ملف لبنان والمخيمات الفلسطينية في اللجنة المركزية لحركة فتح وموفده الشخصي الأستاذ عزام الأحمد الذي التقى جميع الفرقاء سواء فلسطينيا أو على مستوى المسؤولين للبنانيين وهو سيمكث في بيروت بضعة أيام لو يلتقي القوى السياسية أيضا إضافة إلى لقائه اليوم مع قائل جيش ورئيس الحكومة والملفت أنه مما قاله في أحد صريحاته أن هناك جهات إقليمية تقف وراء التوتير والاشتباكات التي حصلت في عين الحلوي مما يعطي لهذا الحدث الذي هو انفجار الوضع الأمني على مدى خمسة أيام في عين الحلوي بعدا سياسيا إقليميا وليس فقط بعدا أمنيا نعم ولكن سيد وليد أزمة لبنان ليست فقط في عين الحلوي ولكن يضاف إلى أزماتها ما حدث في عين الحلوي إلى أي مدى كل هذه الأزمات يمكن أن تكون هي العامل في التحذيرات التي لم تأتي عربيا فقط نعم طبعا معظم الأوساط السياسية تحدثت عن البعد السياسي إضافة إلى البعد الأمني لهذه التحذيرات وخصوصا الدلالة هي دلالة السياسية هي من صدور البيانات من الدول الخليجية ست وليس من دولة أو دولتين فقط وهذا يذكرنا بالمواقف التي أخذتها المواقف الإجماعية التي أخذتها دول المجلس التعاون الخليجي من وجود رعاياها في لبنان قبل أكثر من سنة ردا على تصريحات أدل بها وزير إعلام لبناني في حينها أساء إلى دول الخليج ويذكرنا أيضا بمرحلة سابقة ربما بال2016-2017 حين أخذت الدول الخليجية إجراءات بمانع صفر رعاياها إلى لبنان بسبب مواقف لبنانية سياسية رافضة للتضامن مع دول الخليج إزاء التدخلات الإيرانية في دول الخليج بعد اندلاع حرب اليمن نعم ولكن سيد عليد حتى في الفترة السابقة عندما لم يكن هناك تحذير للرعاية وكان هناك نشاط في الحركة السياحية بقيت الأزمة كما هي نعم إذا أخذنا في الاعتبار تصريح عزام الأحمد طبعا أن هناك جهات إقليمية تقف وراء أحداث عين الحلوي يعود بنا الموضوع إلى المناخ الإقليمي الذي نعيشه منذ أسبوعين قرأنا وكتبنا حتى وسمعنا بأن الوضع الإقليمي عاد إلى شيء من التوتر وأن جهود التطبيع إثر اتفاق بكين بين المملكة العربية السعودية وإيران تعثرت جهود استعادة العلاقة إلى سابقها بين سوريا والدول العربية وخصوصا الدول الخارجية أيضا أصيب التعثر هناك حديث عن التريض في فتح السفرتين السعودية والسعودية في طهران وفي سوريا أيضا هناك إشارات إلى عودة بعض اللغة الانتقادية للدول العربية من قبل أذرع إيران بمن فيهم حزب الله في لبنان للسياسات الخليجية والسياسات السعودية الأمين العام لحزب الله فمثلا في خطابه في ذكر عشوراء قبل عشرة أيام عاد يستخدم لغة قريبة إلى حد ما من تلك اللغة الهجومية التي كان يعتمدها في شأن الوضع في اليمن في شأن الوضع في البحرين وفي سوريا تحديدا تحدث عن هذه الدول الثلاث فهذا دليل على أن هناك توتر إيراني خليجي ربما كامن يعود إلى الواجهة نهيك عن ما قرأناه وتابعناه عن الخلاف حول حقل الضرة حول تعثر التقدم في اليمن لتطوير الهدنة إلى وقف نار كامل وإلى تطبيع الوضع ومحادثات بين الفريقين المتنازعين أي الشرعية والحوثيين في وقت يواصل الحوثيون إجراءاتهم وتحركاتهم كما لو أن الحرب لم تنتهي في اليمن هناك أيضا في ظل هذا المناخ الإقليمي الحديث عن التوتر في مياه الخليج في خليج عمان حيث دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بمزيد من القوات تحت عنوان حماية أمن الخليج ردا على محاولات إيرانية لتوقيف أو منع ناقلات نفط من إكمال طريقها والأمريكيون يأخذون على عاتقهم الآن أن يحفظوا أمن الممرات المائية في الخليج هناك العديد من العوامل التي فيها مناخ إقليمي وضحت سيد وليد هذه الفكرة يعود إلى التوتر نعم أشكرك سيد وليد شقير الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بيروت دعا رئيس هيئتي أن نزه في العراق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لتسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى القادمي ورئيس الجهاز المخابرات ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تعرف إعلاميا بسرقة القرن تحت مجهر التحقيقات أدانت هيئة النزاهة في العراق هذه المرة عددا من المسؤولين والوزراء في الحكومة السابقة بتهمة تورطهم فيما يعرف بسرقة القرن هي إجراءات تقوم بهية النزاهة للوصول إلى إكمال التحقيقات الخاصة بهذه التهمة أو غير من التهم الأخرى ويبقى هو اتهام إلى أن يفصل القضاء في هذا الاتهام إن كان يقطع الشك باليقين أو لا شعبيا ينتظر العراقيون أن تفي هيئة النزاهة بما وعدت به مسبقا من وضع خطوط حمراء حول أسماءه سيتم ترحيلهم من بلاد مهجري إلى العراق كمطلوبين طبعا المطلوبين لا يمكنهم لا يمكنهم نحن نطالب الموجودين هنا بالفساد خلي الحكومة السيطرة على ذلك الموجودين الفساد عامل كل وما تزال التحقيقات بشأن سرقة الأموال الضريبية في العراق مستمرة بعد أن بلغ عدد المتهمين حتى الآن في هذه القضية قرابة خمسين متهما يبدو أن فصول قصة قضية القرن لم تنتهي بعد وهناك أسماء غير متوقعة يمكن أن تكون في دائرة الاتهام خلال الأيام المقبلة محمد فاضل الغد بغداد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتلى خمسة أشخاص في هجوم صارخين روسية أصاب مبنى سكنيا بمنطقة دونياسك شرقي البلاد كما أكرت هيئة أطوار الأوكرانية أن القصف أصفر كذلك عن إصابة واحد وثلاثين شخصا تم نقلهم للمستشفى وأن رجال الإنقاذ والمسعفين يواصلون عملهم بالبحث تحت الأنقاذ أكد الجيش الروسي أنه تقدم نحو ثلاثة كيلو مترات باتجاه كوبيانيسك التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في سبتمبر الماضي يتياد بينما يستمر الهجوم الأوكراني المضاد في عدة جبهات لكن دون تحقيق اختراق كبير حتى الآن بعد أسابيع من الهجوم الروسي على شمال شرقي أوكرانيا أعلنت موسكو تقدم قواتها مسافة 11 كيلو مترا في عمق الجبهة وبأكثر من ثلاثة كيلو مترات في عمق الدفاعات الأوكرانية نحو كوبيانسك التي كانت أوكرانيا استعادت السيطرة عليها في سبتمبر الماضي كما أعلنت مصادر روسية تدمير مسيرة قرب منطقة موسكو أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم أوكراني على محور دونتسك مؤكدة مقتل أكثر من 130 جندي أوكراني في المواجهة بالمنطقة أما على محور زاباروجيا فقالت القوات الروسية أنها قضت على نحو 80 جنديا ودمرت عددا من المعدات العسكرية كما اعترضت دفاعاتها تسع صواريخ من نوع ستورم شادو كما أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل عدد من الأشخاص في قصف روسي على مدينة خيرسون وعلى مناطق حدودية بمنطقة خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد وكانت القوات الأوكرانية بدأت هجوما مضادا مكثفا منذ يونيو لاستعادة الأراضي في شرق البلاد وجنوبها إلا أن التقدم محدود حتى الآن بفضل خطوط الدفاع الروسية القوية وتجهيزها لخنادق وكمائنا مضادة للدبابات وحقول الألغام هذه التطورات تأتي في وقت اعتبر فيه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن المحادثات التي انعقدت في السعودية بشأن الحرب الأوكرانية وجهت ضربة كبرى لروسيا مؤكدا أن المشاركين أيدوا بشكل كامل استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها أما وزارة الخارجية الروسية فقالت إن بنود الصيغة المقترحة من الرئيس الأوكراني بلودمير زيلنسكي للسلام لا تهدف إلى إيجاد أي حل دبلوماسي للأزمة مؤكدة أن التسوية المستدامة للنزاع الأوكراني ممكنة فقط في حال توقفت كييف عن القتال وتوقف الغرب عن مدها بالأسلحة ينضم إلينا من سان بوتروسبورغ دكتور سامير أيوب الأكاديمي والباحث في الشؤون الروسية دكتور سامير رغم أن موسكو أكدت أن الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل إلا أننا في الفترة الأخيرة نجد أن هناك اختلاف في طبيعة المعارك قبل الإعلان عن هذا الهجوم صحيح يعني عمليا لو نظرنا إلى الوقائع على الغرب نرى أن الهجوم الأوكراني لم يحقق ما كانوا يربط إليه أي إحداث طراقات على الجبهات يمكن أن تضعف الموقف الروسي وترضم روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات حسب شروط الغرب أو حسب مفادرة زيلينسكي الآن يبدو أن القوات الروسية حسب التكتيكات العسكرية الجديدة استطاعت ضرب هذا الهجوم ومنعه من تحقيق الأهداف وأكثر من ذلك يبدو أنها بدأت تقوم بعمليات معاكسة للمجلوم الأوكراني وهذا يظهر في منطقة أوبيانسك أوي في الشمال الشرقي وخاصة أن هذه الهجمات الأوكرانية في هذا القطاع ضعيفة جدا يبدو أن الجيش الروسي بدأ يشعر بانهاك الجيش الأوكراني وتعابه على بعض الجبهات لذلك يريد استثمار ذلك واستغلاله للتقدم إلى الأمام ولكن في هذه النقطة دكتور سمير يعني منذ بداية المعارك وحتى قبل الإعلان عن هذا الهجوم المضاد كان هناك تقدم في بعض المناطق من جانب القوات الروسية ومحاولات للصد من الجانب الأوكراني ما نتابعه الآن هو ضربات متبادلة صحيح يعني هذا لم تكن تريده لا أوكرانيا ولا الدول الدائمة لا هم كانوا يريدون إحداث خروقات استراتيجية على الجبهة يعني الوصول إلى بحر أزوف لكن روسيا استطاعت امتصاص هذا الهجوم والآن تعب يمكن يعني حسب المعلومات الآن وحسب ما يجري على جبهات القتال يبدو أن روسيا تعب لهجوم معاكس لكن هذا الهجوم المعاكس هل هو في منطقة كوبيانسك أو الهدف منه باتجاه خارقوف أو باتجاه أودسا يعني الآن ما يجري على الساحة الأوكرانية يبدو أن الإمدادات الغربية لم تؤدي إلى تغيير على جبهات القتال وهناك مخاوف يعني الآن عندما يقول قادة كييف بأن الجيش بحاجة إلى دعم والإمدادات العسكرية والبخائر الحالية الآن لا تكفي وهناك تصليحات أيضا لنائبة وزير الدفاع الأوكراني تقول أن الوضع صعب على جبهات القتال يعني هذا بالمنطق العسكري يقول أن الجيش الأوكراني أصبح ضعيفا ولم يعد لديه القدرة على الاستمرار في الهجوم ولكن هل يعني في حال لم يعد لديه القدرة على الهجوم هل هو قادر على الصمود في وجه أي هجوم روسي هنا المخاوف الغربية والمخاوف الأوكرانية لذلك يمكن أن تكون هناك مبادرات بعيدة نوعا ما عن مبادرة زيلانسكي لكن بتقديري يعني هذا يبقى مرهون بالأوضاع على جبهات القتال في حال شعر الغرب وشعر الأوكراني بأن روسيا يمكن أن تستعيد قوتها وزخم الهجوم ولكن ما طبيعة هذه المبادرات التي يمكن أن تكون مقبولة في موسكو يعني أولها يمكن أي مبادرة أن تظهر الآن هو وقف اطلاق النار يعني مجرد قبول أوكرانيا ووقف اطلاق النار هذا قبول بالأمر الواقع الذي وصلت إليه القوات الروسية بينما مبادرة زيلانسكي تشترط من أوائل شروطه هو انسحاب القوات الروسية ليس فقط من المناطق التي استعادتها منذ أن بدأت العملية العسكرية وإنما أيضا هم يريدون أن تخرج القوات الروسية وتعيد شبه جزيرة القرم لذلك بتقديري يعني هذه المسألة من المستحيل أن ترضى بها روسيا إلا في حال هزمت ها قادر أوكرانيا وقادر يقرب على أسفة ولكن دكتور سمير في المقابل نجد أن السيد مدفيدف يصرح بأن من أهم ما تسعى إليه روسيا هو أن أوكرانيا أراضي روسية تاريخيا يعني هذه التصريحات مدفيدف ليست جديدة الرئيس بوتين أعلن عنها قبل أن تبدأ العملية العسكرية هذا لا يعني أن روسيا تريد أن تضم كل هذه الأراضي وكل أوكرانيا لكن هذه رسالة إلى نظام كييف إذا استمر بالسياسة التي يتبعها أولا أو قيام بعمليات إرهابية وعمليات تخريبية داخل الأراضي الروسية وفي العمق الروسي واستهداف البناء الاستراتيجية الروسية يمكن أن يكون رد قاسي وإذا استمر أيضا هذا النظام بأخذ كييف لتكون رهينة أمام المصالح الغربية وأمام الأهداف الغربية أيضا هذا لا ترضى به روسيا يعني عمليا إذا استمر هذا النظام باتخاذ أوكرانيا وكأنها منطلق لضرب روسيا عوضا عن الناتو يمكن أن يكلفها كثيرا وأن يضطر روسيا لأن تواصل هجماتها وأن تواصل تقدمها داخل الأراضي الروسية ولو استمرت العملية لفترة عام أو عامين أو حتى عشرة أعوام لا يمكن لروسيا الآن أن تظهر ضعفها أمام الغرب عن طريق أوكرانيا لذلك بتقدير تصريحات ميدفيدف هي رسالة لنظام كييف وللغرب بأن روسيا لم ولن تتعب من هذه العملية ولا يمكن استنسافها وخاصة اليوم يعني الرئيس بوتين أصدر أوامره بزيادة الإنتاج الحربي أكثر مما كان في أصابق يعني أصبح الآن بعدة أضعاف ما كان والتكنولوجيا العسكرية الروسية أثبتت قدرتها وجدارتها على ساحة الفتال ليس كما كان يسعم من طريق الإعلام الغربي من أن الآلة العسكرية الروسية قديمة ولا يمكن أن تواجه الآلة العسكرية الغربية الآن على الأرض أثبت العكس تماما يعني نلاحظ أن الجيش الأوكراني عوضا من أن يكون في بداية كل هجماته المعدات الأوروبية المعدات العسكرية الدبابات الألمانية والبريطانية التي كان يتباهبها الآن بدأ يتخوف من أن يظهرها أمام الأسلحة الروسية ويضحي بجنوده ولا يضحي بمعداته لذلك للأسف هذا يعقس الخسائر الكبيرة التي تقع في صفوف الجيش الأوكراني يعني حقيقة هذا مؤسس الآن هناك خسائر كبيرة لماذا نظام كييف يصر على إرسال الجيش الأوكراني إلى الموت ولا يريد الدخول في مفاوضات أقله يمكن أن يؤدي إلى وقت نزيف هذا الدم وبعد ذلك يمكن لأي اتفاق يعني كما دائما نقول أي معاهدة سلام أو أي سلم هم أفضل بك من استمرار الحال واستمرار نزيف الدم نعم دكتور سمير أيوب الأكاديمي والباحث في شؤون الروسية كنت معنا من سان بوتروس بورغ شكرا لك وعودة مرة أخرى إلى موضوع العراق وتنضم إلينا من بغداد سيدة سهاد الشمري الكاتبة والباحثة السياسية سيدة سهاد كيف تم سرقة مليارين ونصف المليار دولار تحية طيبة لحضرتك والكافة مشاهديكم الكرام تمت هذه السرقة عبر شيكات 247 شيك تم صرفها من أيلول سنة 2021 إلى أغسطس سنة 2022 فبالتالي كانت هناك جهات كثيرة متورطة في هذا الموضوع وهي كما ذكرتم في التقرير مجير مكتب رئيس الوزراء السابق سيد رائد جوحي وأيضا السكرتير أحمد نجاتي وأيضا وزير المالية السابق علي علاوي ومستشار الكاظمي مشرق عباس جميع هؤلاء اليوم هم يتواجدون خارج القطر صدرت مذكرة القبض بحقهم تحمل الخطوط الحمراء عبر شرطة الأنتربول فبالتالي هناك تعاون جدي لهذه المرة لهذه القطية يعني لبحث حيثياتها وأيضا محاسبتهم ومثورهم أمام القضاء في هذه المرحلة ولكن سيدة سهد قبل هذه التاريخ التي تحدثت عنها عام 2020 كانت هناك العديد من الجهات الرقابية التي تم تشكيلها من قبل رؤساء الوزراء السابقين أين كانت كل هذه الأجهزة؟ وكانت هناك سرقات فساد أكبر بأموال كانت ظهرت على الشاشات أنه هربت أموال خيالية لدول عربية وكانت هناك الحديث عن كافة ملفات فساد كثيرة لكن المشكلة لم تكن هناك جدية حقيقية من قبل الحكومات السابقة ولم يوجد ردع حقيقي من قبل تلك الحكومات لوئد هذا الموضوع فبالتالي استفحل هذا الأمر لوصولنا طبعا هي سرقة القرن الموجودة حاليا يعني جزء غيظ من فيض سرقات سابقة لكن هذه السرقة هي قارب 2.5 مليار دولار خرجت خارج الحدود العراقية لكن الموجود بالأمر اليوم هناك من صرح أنه ليست هذه سرقة لأموال الدولة فقط بل هي كانت تهدف إلى إضعاف ثقة المواطن بالحكومة لأنه تم تصرف يعني الاحتيال على دولة كاملة لأنه هذا الأمر خطير الاحتيال على دولة كاملة بأربعة وخمس شركات هربت المال العام بتعاون مع رؤوس كبيرة داخل الدولة العراقية ولأول مرة نشهد أن حكومة عراقية في هذا الوقت من تغيير النظام لحد الآن تتخذ خطوات جدية وتطالب بمعاقبتهم وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي 119 سنة 69 فبالتالي هذه الإجراءات مغايرة عن سابقات لأنه اليوم الحكومة الحالية تحت ضغط جماهيري ضغط داخلي جماهيري أيضا وضغط محلي وضغط دولي لأنها تريد النجاح بكافة الطرق وهي كان أول بند البروغرام الذي وضعته ومحاربة الفساد وهذه واجهة من أوجه الفساد الموجودة داخل النظام العراقي ولكن العراق منذ سقوط النظام صدام حسين وهي تسعى لاستعادة الأموال من الخارج وهذا منذ سنوات كثيرة ولم تستعد أي شيء لضعف الإجراءات يعني نحن اليوم لنتكلم أن هذه الأموال جميعها سوف تعود لليل العراق هذا يعني يعتبر ضرب من الخيال لكن من الممكن استثمارها أو استعادة جزء منها استثمارها في الدول التي ذهبت إليها ملفات فساد مرعبة ظهرت على وسائل الإعلام لكن لم تكن هناك جدية حقيقية لمحاربة هذه الملفات لأن حتى صرحت مبعوثة الأمم المتحدة أن في العراق أصبح الفساد منظومة فبالتالي هناك يجب أن تكون وقفة حقيقية وقانون رادع ومحاسبة من تسبب بهدر المال العام هذه المرة أمام وسائل الإعلام وأمام الشعب العراقي ومن الممكن أن تكون هناك عودة جزئية لهذه الأموال أو تكون استثمارها بمشاريع داخل الدول التي ذهبت إليها لأنه اليوم نتحدث عن أشخاص حتى قضية نور زهر الذي ذكرت فيه السابق ولم يكن نور زهر كانت هناك جهات عليا متواطئة مع هذا الرجل فبالتالي هذه المنظومة يجب أن تحاسب وتقدم إلى الرأي العام يعني سألتني حضرتك عن أنه في السابق لم تكن هناك محاسبة حقيقية لأنه هناك للأسف السلطات السابقة أو الحكومات السابقة انشغلت بمكتسباتها ذهبت لبناء سلطة لنفسها ولم تذهب لتقويم بناء مقودمات دولة فبالتالي الفساد تحول من أفراد إلى مجموعات إلى منظومة داخل الدولة وهو يضرب بالبلاد وهو خطورة لا تقل خطورة عن خطورة الإرهاب عدد من الأسماء التي ذكرت في هذه السرقة يرتبط بأحزاب وقوة لها ثقل كبير في العراق هذا ما ذكرته اليوم بعض الصحفين على وسائل الإعلام وما أشار إليه اليوم رئيس الوزراء العراقي قال أنه لهذه الأشخاص معاهم رؤوس كبيرة حتى قبل فترة من الآن قد تم مسك عصابة استولت على 14 مليون دولار داخل العراق يعني هي كانت تتلاعب بصعود ونزول الدولار داخل العراق فبالتالي هذا يعطيك انطباع أن هناك مافيات خطيرة مدعومة من أشخاص متسنمين مناصب داخل الدولة تحمي هذه المافيات الخطيرة لأجل مصالحهم فبالتالي الحكومة الحالية هي تسعى جاهدة هذا ما نراه اليوم من أفعال ومن تصريحات ومن أيضا محاولة لعادة الثقة بين الشعب العراقي والحكومة الحالية بمحاربتها هذه أوجه الفساد وبمطالبة الموجودين في الدول التي اليوم المطلوبين مزدوجية جنسية بعض منهم يحمل الجنسية الأميركية والثانية يحمل الجنسية البريطانية فبالتعاون مع كلتا الدولتين يجب أن يتم جلبهم إلى البلاد ومحاسبتهم مثل القانون وأيضا أن تكون هناك يعرض أمام الشعب العراقي حتى يكون إعادة ثقة بين المواطن والحكومة الحالية شكراً سيدة سؤاد الشماري الكاتبة والبحثة السياسية من بغداد شكراً لك ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العنوي النيجر تغلق مجالها الجوي تحسباً لتدخل عسكري وسط انقسام إقليمي ودولي بشأن التدخل نزوح جماعي لأهالي بعض أحياء أم درمان من منازل بشبب اشتعال المعارك واجتماع لوزراء خارجية دول جوار السودان لبحث الأزمة بعد تحذيرات خليجية وأوروبية بالصفر للبنان وزير الداخلية يؤكد حرص بلادي على سلامة الرعاية العرب والأجانب القضاء العراقي طالب واشنطن ولندن بتسليم مسؤولين سابقين متهمين بسرقة مليارين ونصف المليار دولار انتهى حصاد اليوم من قناة الغد شكراً للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة